تواصل مصر جهودها في تطوير المدن وتقليل الانبعاثات ولسيما من خلال تكنولوجيا إدارة المخلفات وفي تلك الجهود شارك وزير التنمية المحلية في جلسة تطوير المدن بالحلول المبتكرة والتكنولوجيا بالمنتدى الحضري العالمي ببولندا وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أن مصر تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة